بغرف التبريد هذه يتم تخزين 500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكورونا الذي استلمه معهد باستير مع احترام شروط التبريد بين 2 إلى 8 درجة مئوية قمنا باستلام المبارحة كمية 500 ألف جرعة من لقاح مخابر سينوفاك الصينية وهي تمثل دفعة تانية من هذا اللقاح العدد جرعات بالنسبة لهذا اللقاح بالتأكيد لنا في 600 ألف جرعة إلى الوقت الحالي نحن نواصل سوف نستلم تقريبا كل أسبوع إلى أن نستلم كل الكميات المتواجدة في البرنامج الذي وضعناه مع هذا المخبر الصيني الانطلاق في توزيع اللقاح الصيني سيتم خلال أسبوع حسب احتياجات وعدد الإصابات بكوفيد-19 في كل ولاية نحن في إثر تحليل على مستوى المخبر تعنا في معهد باستوخ وكي تم التحليل إن شاء الله نقوم بتوزيحها على كل ولايات الوطن حسب البرنامج التي توضعه مديرية الوقاية لوزارة الصحيح بهذه الكمية المستلمة تكون الجزائر قد استوردت أكثر من مليوني جرعة لتستمر العملية طيلة الأشهر القادمة